نعود إليك سيد طارق والمنتابع الأرقام على الشاشة كنا ذكرنا أن هناك بعض الإشكاليات في عملية الفهم الخاطئ أو حتى عدم التركيز على بعض البنوت التي تأتي فيما يتعلق بأعمال الشركات خلينا أيضا نرى إشكاليات جديدة حتى في من ضمن بعض البنوت التي لا يستفيد منها كثير المتداولين أو لا يلتفت إليها إلا نادرا فيما يتعلق بتبرئة الزمة المجلس وحتى فيما يتعلق بالمكافأات هل هناك من مراجعة لهذا الأمر؟ يعني كثير من نحكي عن المكافأة ليس فقط على الشركات السعودية نحن نتحدث عن هذا الموضوع الذي يؤرق الكثيرين أيضا في الشركات الخليجية الأخرى لا هيئة سوق المال أصدرت بالنسبة للمكافأة الخاصة بالتنفيذيين في الشركات أصدرت تنظيما أنها يجب أن يتم الإعلان في هذا عن أكثر تقريبا حوالي تقريبا ثمانية أو أربعة من الأشخاص التنفيذي أكبر أربعة يستلمون للأسف أن هذا التقرير الآن بعض الشركات تتعمد إخفاؤه وتتعمد توزيعه بطريقة أخرى ما هو نصه؟ ما هو نصه؟ ولو بتفاصيل صغيرة؟ دعيني أقول لك شيء بعض الشركات التأمين لدينا مكافأات أعضاء مجالس الإدارة فيها أو مكافأات التنفيذيين فيها تصل للملايين وهي شركات خاسرة نعم وهي شركات خاسرة بعض الشركات لدينا أحيانا تصل مكافأات بعض التنفيذين فيها إلى خمسة مليون إلى ستة مليون إلى سمع هذا الذي أعرفه ربما يكون هناك شيء أكثر نعم بعض هذه المكافأات لكي تعاد صياغتها بطريقة قانونية تصنف بطريقة أخرى تصنف بأشكال أخرى حتى لا يمكن أن يطلع عليها المساهمين على أساس أنها مكافأات لأفراد معينين في هذه الشركة للأسف شوفي هناك إصدار التشريعات وهناك السهر على تنظيم هذه التشريعات بصرامة لكي أؤكد لك أن الهيئة جيدة في الأول وغير جيدة في الثاني لو تلاحظين خلال السنة الماضية مثلا الشهور الماضية أكثر من إعلان بغرامة على شركات في سوق الأسهم لأنها خالفت نظام الإفصاح بمعنى أنها قامت باتخاذ عمليات معينة ولم تفصح عنها للعموم كما ينص عليه النظام السؤال هل هذه الشركات بالشؤون القانونية التي فيها بالشؤون المساهمين التي فيها بالإدراث التي يفترض فيها أنها محترفة لا تعرف أن ذلك مخالف للنظام؟ أنا أقول لك لا البعض منها يعرف والبعض منها يقوم بإخفاء هذه المعلومات حتى يتم استغلالها في عمليات المضاربة في الأسواق على مدى يومين ثلاثة قبل الإعلان هل ترى أن العقوبة غير مرضية إلى حد ما؟ يعني العقوبة لا يجب أن تحمل هذا العنوان أنه مخالفة قوانين الإفصاح؟ العقوبة عشر ألاف إلى خمسين ألف ريال يتم قصمها من ميزانية الشركة أنا سمعت بعض مسؤولين الشركة يقولي لا لن نخرج الإعلان الآن ندفع خمسين ألف مش مشكلة لكن حتى نتأكد أن الإعلان سوف ينعكس بشكل جيد هي خمسين ألف فقط قيمة سهرة لهذه الشركة أو عزيمة من عزيمها الإدارية لذلك أنا أقول لك هيئة سوق المال لو وضعت سجل أسود للمدراء التنفيذيين الموجودين في هذه الشركات الذين يقومون بالمخالفة صدقيني سوف تتغير المعادلة تماما ولكن الآن يتم الخصم من الشركة من ميزانية الشركة من المساهمين المكافأة للتنفيذيين والمدراء التنفيذيين لا ينقص منها قارش واحد لدينا مشكلة في تنفيذ المعايير بس لو سمحتي لي أنواع دقيقة قانون المرور يقول أن من يقطع الإشارة هو مخالف لنظام المرور لو لم يكن هناك كاميرا ولم تكن هناك سيارة مرور تمسكني صدقيني أول من سوف يقطع هذه الإشارة أنا نعم دائما العقوبات هي التي تردع الكثير من الناس أنت برأيك أن العقوبات ليست بهذه الصرامة عليها أن تكون أكثر تشدد طيب لنعود إلى المديونيات وهو الموضوع المفضل لك طارق فيما يتعلق بمديونيات شركات الاتصالات سمعنا عن اتصالات السعودية أن بعض الشركات أو المؤسسات المصرفية العالمية رفضت أن تجدول قرد بأكثر من مليار وتعاملنا بالفترة الماضية مع زين السعودية وبالعكس الشركة وصلت لنوع من التسوية مع إعادة هذه الجدولة كيف ترى طيب مصير هذه الشركات؟ كيف تتصرب؟ ولماذا يرفضون هنا ويقبلون مع هذه الشركة؟ دعيني أقول لك الشركات أو البنوك التي تقوم بالإقراض ماذا تريد؟ تريد أن تتطمن على أموالها عملية السداد فيها استقرارية هذا السداد وقدرة الاتمانية للجهة الأخرى خلال الفترات القادمة وليس الآن إذا كانت هذه الجهات غير متأكدة لن تقوم بعمل أي شيء لكنها كانت جهات أجنبية بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية كانت لتجهات من نسبة HSBC وأيضا منها بنك التنمية الصيني وأحد أيضا الشركات الأجنبية الأخرى لكن لم تكن لا محلية ولا حتى أقليمية الشركات الأجنبية سوف تتعامل بمعايير أفضل من البنوك المحلية البنوك المحلية يمكن على الأقل حل هذه الإشكاليات من خلال العلاقات الشخصية ما بين الشركات وما بين أعضاء مجالس الإدارة ورواساء مجالس الإدارة في البنوك وإذا أردت أن تتكلم عن ذلك هاتي تفاصيل للـ 25 مليار الديون التي تم تجنيب مخصصات لها في البنوك اعطيني المعايير التي بناء عليها قامت بعض البنوك لدينا بإعطاء مليارات للمعجل كقروض اعطيني المعايير التي بناء عليها تم إعطاء شركة زين 9 مليار اعطيني المعايير التي بناء عليها يتم إعطاء بعض الشركات لدينا مثل عذيب وغيرها قروض من بنك واحد بمليار ومئتين مليون دعيني أقول لك شيء من عام 2008 وما قبله كانت المعايير لدينا ممكن أن تحل في جلسة واحدة حالياً ارتفع مستوى هذه المعايير ولكن لدينا العلاقات أنا أقول لك شيء واحد بعض زملائي في البنوك أحياناً يدخلون في عملية الصراع معي في هذه النقطة نحن بنوك ونحن نعمل بمعايير معينة دعيني أعطيكي بس مثالين عندما تم إعطاء قرر لعذيب من أحد البنوك لدينا لن أذكر اسم البنك بمليار ومئتين مليون لو لم يتم الموافقة على تخفيض رأس المال ورفع رأس المال لعذيب لم يسترد هذا البنك ريال واحد من هذه المليار عندما كان هناك مفاوضات لدينا ما بين البنوك المحلية وشركة زين من أجل التسعة مليار من الذي كان هو في مركز القوة هل هو زين أو هذه البنوك شركة زين لأن هذه البنوك ليس لديها أي خيار آخر إلا أنها تصل إلى تسوية غير هذه التسوية لن تعود هذه الأمور إذن وواضح أنه فقط المصارف الأجنبية هي التي تقف إلى حد ما ضد هذه التسويات لكن واضح أن الأمور محلولة مع بعض المصارف المحلية أشكرك طارق الماضي على كل هذه المعلومات